المعهودة رأيك في تصرحات كابتن حسن شحاتة لما قال إن محمد صلاح مقدمش حاجة لمنتخب مصر سؤال بيدحك بسيط بسيط كابتن حسن ده ما نقدرش نتكلم عليه خالص عشان ده عمل إنجازات لمصر ما فيش حد يحققها عشان لازم يدحق الكابتن حسن طب محمد صلاح اللي رفع عرص مصر في الدنيا كلها مش خالص ما تسألي وجواب انتي لا جواب انت كابتن حسن يعني حقق بإنجازات لمصر أو إنجاز دعب عن كاس أفريكا تلت تلت يعني بطلات متغالية دي ما فيش حد يقدر يقول عليها وما فيش حد يقدر حققها أصلا دي أول شيء كابتن حسن كلعيب أنا شوفت هو بلعب حاجة ولا في الخال برضو في الحتة يعني لعب كورة فوق متصوري الموضوع صلاح عشان هنتكلم في الموضوع صلاح صلاح حاجة تانية من أحسن ثلاث لعبة في العالم حقق ألقاب وفرديات وألقاب مع ليفربول فوق متصوري بس هي القصة كلها كابتن حسن بتكلم في حتة عشان بس بعض الناس بتحاول اللي كنت بكلمك فيها عايزين يولعوها بس بصلح لنا كابتن حسن بتكلم عن إنه هو عامل إيه المصر بس ما حققش حاجة لمصر وده حقيقة ما هو ده حقيقة ما هو إليك هستني بس أنا سكتة نهو بتكلم الكابتن حسن إنه هو حقق إيه المصر بطولات لا بس وصلت نين نهائي أفريقيا 2017 و1 و22 وصلنا الكاس عالم بعد 28 سنة أوكي كابتن حسن بتكلم عن الحتة إنه هو ما حققش بطول المصر هي دي الحتة الوحيدة اللي كابتن حسن بتكلم فيه وقعدين هو مش محمد اللي هيحقق لوحده عشان بنت فهم إحنا كهيكل كبير مؤسسة المسؤولين اتحاد كورة جهاز فني أجهزة فنية لعيبة مداربين فقندية ده كله في الآخر انت بتوصل للهدف اللي انت تقدر تحقق بطولة ما تحققش بطولة تفصل لكاس عالم ونتوصلش لكاس عالم طيب ما إحنا وصلنا لكاس عالم بعد 28 سنة تتحسب للصراحة ما تحسبش صراحة تتحسب للصراحة والكل اللعيبة أما الكابتن حسن هو بتكلم في الحتة دي هو بتكلم في الحتة إنه هو ما حققش رس حاجة المصر ودي حقيقة يعني شارك بس ما حققش شارك وحقق وصلنا لكاس عالم أده حاجة هو بتكلم الحيطة إنه ما حققناش كاس أفريقيا عشان الموضوع ما يكبرش وانت موافق على الكلام ده يعني موافق على التصريح ده نا مش موافق على التصريح هو قال إيه كابتن حسن قال لك هو لعيب من أحسن لعبة في العالم وحقق بطولات كتيرة وعمل أرقاب كاية فردية أو حاجة معرفة بقول وصل مرتين هي أفريقيا وصل كاس عالم اللي قالها بس إنه هو ما حققش حاجة لبلده هو بيكلف دي ودي ما هاش حاجة تزعل يعني تزعل أقولك ليه تزعل أنت هنا هنا هو في اللحظة دي في النص ساعة اللي عدد بتاكيل بمكيالين روحت عندك روش قلت عمل مجهود أقولك ما وصلنا مكسبناش تقولي مش مهم المهم الأداء جيت عند صلاح مكسبناش يعني عندك روش حلوة إن إحنا ما نكسبش وعند صلاح وحشة وإحنا قلنا صلاح وحش إحنا قلنا صلاح وحشة بص بص صلاح كل حاجة أصلا الحاجة اللي حد لبلدك محققاش إن إحنا ما أخدناش كاس أفريقيا لما يجي النهاردة ما أخدناهوش حديك حديك بس لا يحسب له كل التعمل وإحنا ما قلنا أنت بتسقين على تصريحات الكابتن حسن صحيح أنا بفهم لك وجهة الكابتن حسن إيه؟ إن هو بيتكلم على صحيح إن هو ما حققش بس البلده أنا بجوبك على الكابتن حسن مش كحضر أنا أنا كحضر قلتلك صلاح هيحقق لسه حقق حاجات كتيرة بس هيحقق حاجة البلده ولا ما يحققاش ما تعرفيش ما حدش عارف ما بيش حد عارف لو تقال عليك التصريح ده لو تقالي التصريح ده في يوم القيم على كابتن عصام حضر اللي هو إيه؟ نفس التصريح ده تقال على كابتن عصام الحضري يعني لو حطينك مكان محمد صلاح ما بيش حد يدور العصام الحضري إن عصام الحضر حقق كل حاجة أه لا التواضع بنفسه كتير 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 شوفت شوفت